لطالما استخدم هذا الأسلوب إلى جانب الحروب الكبرى والهجمات العسكرية التي كانت تشنها الدول ولكن فعالية هذه الحرب العصاب أخذت مجدها مع ظهور وسال الإعلام تحديدا في ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي وتجلت بشكل الواضح عندما استخدمها النازيون في حروبهم قبل الحرب العالمية وخلال الحرب العالمية الثانية بعد ذلك رأينا أمثلة عديدة على استخدام هذا النوع أو هذا الأسلوب من الحروب في الحروب الكبرى وأيضا في المواجهات والخصومات بين الدول مع ظهور الوسال الإعلام التقنية الحديثة بات هذا الأسلوب مستخدم بشكل أوسع ولو فعالية كبرى تحدثت عنها الزميلة بهية هذه الحروب رأينا ضربتها في العام 2006 في الملف الذي نتحدث عنها يعني المواجهة بين المقاومة وإسرائيل كانت الدروة عندما كان أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله يستخدم الخطابات والمداخلات أثناء المعارك وأيضا عندما كان الإعلام المقاوم يستخدم بعض الدعايات وبعض الأفلام من أجل توجيه الضربات النفسية المعنوية لجنون الاحتلال رأينا خلال هذه الحرب كيف كان الجنون على المستوى الفردي كيف كان الجنون يبكون وبعض هؤلاء يعني وصل به الحال إلى الانتحار شروط الحرب أو حرب العصاب يعني لديها شروط أساسية ومن أهم هذه الشروط هو أن يكون للفريق الذي يستخدم الحرب حرب العصاب أو الحرب النفسية أن يكون لديه القوة الكافية لتطبيق أو لتنفيذ تهديداته من أجل ردع الآخر ومن أجل الإفهام الآخر بأن لديه القوة وأن التهديدات الحرب الداخلة في إطار حرب العصاب ليست تهديدات فارغة وواهية إنما يمكن لهذا الطرف أن يشكل تهديدا فعليا وواقعيا ويكون له تدعيات كبرى وقاسية كما حصل في الأمس عندما رأينا أن هناك حرب جديدة حرب العصاب لم تستخدم فيها المقاومة أي طلقة رصاص إنما اكتفى الأمر على بعض المسائل الإعلامية